أما نيجي بقى لفكرة الوقت هو أتكلم بشكل واضح إن الهدف بتاع النادي الأهلي عايزين نروح لأحمد الشناوي وكابتن سامير عثمان وهم بيتكلموا في الفاول وهل اللعبة فيها حاجة ولا زي موصفها معازل حناوي نطلع للفيديو الكل بقى بيتكلم في اللعبة بتاع بيرسي تاوما لما كان مع اللاعب وفيه التحان بينه وبينه وكرة بقى تخارج الملعب وستقنفت برامي التماس فبيقولك ده فيه فاول هبص فين الفاول بص الكرة بيت فين بره ولا جوه بره خلاص إذن النهاردة حتى لو اعتبرنا دي فاول الفار مشاركة أنا بس لو اعتبرنا دي فاول وهل ده دور الفار إلى جانب الحاكم أنا شايفة ده مش فاول يعني كمان هي مفاش فاول لعبة عادية جدا مفاش أي فاول تعال بقى استقنفت رامي التماس يقولك ارجع للفاول ما ينفعش عالب زي أسامير بالظبط الكرة ركلت مرمى والحاكم يشير ليه ركنية استقنفت ركنية جات منها هدف نرجع نلغي الهدف نرجع عشان أنا شاكك أنها فاول في الأول يعني ما فاول تبا شوفها بس الأول أه ما فاول هو اللعبة ساد بس أنا متفرجتش على المطش أه بص بص هو بص بتاع الأهلي ليعب الكرة بس يعني إحنا بنتكلم في رد شافي ووافي على فكرة أماكن للتحام أصلا فين الفار حيرجع لإيه في كرة الهدف آه يحقوا الفار طبعا لو كان فيه مخالفة قبل الهدف عشان الناس تكون معانا تقدر ترجع لو كان فيه مخالفة قبل الهدف تقدر ترجع والهدف بيتلغه وبتتحسب المخالفة اللي على الفريق صاحب الهدف لا لو كرة مطلقتش بره لو كرة مطلقتش يعني هنا بنتكلم في حاجتين دي حالة أصلا دي حالة صعبة أولا الكرة بره وده اللي قلته أنت هنا أصلا ما فيش إمكانية أن الفار يرجع يعني يا جماعة تعليق كان منحاز المحلة ملوش ضع هنا كمان بيتقال أن الهدف كان فيه فاول أعتقد يا جماعة محتاجين نهدى شوية لأن النادي الأهلي لو على مدار المسلمين اللي فات جمهوره تحديدا هو أكتر حد بالبلد كده بالراحة استوى من التحديد أنا هابقى عند آخر كلمة لمعازل حناوي وهو بيقدم فريق غزل المحلة وبقول إحنا فريق محترم بالتأكيد فريق غزل المحلة فريق محترم بس أنت كان منفسك أيضا فريق التاريخ بيشهد على احترامه وهو النادي الأهلي مش هطول أكتر من كده عن المعازل حناوي ونتمنى لهم التوفيق في المرات القابلة زي ما بنتمنى لكل الفرق المصرية ولكن دايما وأولا وأخيرا بيكون النادي الأهلي بس ده معازل حناوي ولعب في غزل المحلة استشعر فكرة الظلم اللي وقع عليه رئيس شركة غزل المحلة استشعر فكرة الظلم اللي ممكن يكون وقع عليه وفيه فرق يا جماعة هنا بين استشعارك بالظلم وحقيقة الظلم في حد ذاته أنت ممكن تستشعر أنت مظلوم لكن في حقيقة الأمر أنت مش مظلوم لكن الكابتن رضا عبدالعال ما كانش يعني ينفع يفوت القصة دي ودايما الكابتن رضا عبدالعال بقى على مدار بقى متابعتنا ليه لفترات الدوري دايما نقول لك اصل الدوري بتاع النادي الاهلي ما الدوري كده كده النادي الاهلي هيقضوا في فكرة التشكيك من احاقات النادي الاهلي في تحقيق القابه وبطلاته برغم يعني ان الدوري السنة اللي فاتت النادي الاهلي ما خدهوش ولا حاجة لكابتن رضا فتعالوا نسمع بقى كابتن رضا وتعقيبه على مباراة الاهلي وغزل المحلة عشان عندنا تعقيب مهم جدا نشوف الفيديو محمد الحنفي اول ما جون اتعادوا الجيج كان الديئة الخمسة الى عشر سوان يعني ادى خمس دا وقت ضايا يعني مفروض ان اول ما المحلة جاب الجون والاهلي سنطر يصفر ما صفرش يبقى كامل المباراة كامل المباراة لغاية مادية ستة دايق وكسور جاء الفاول اللي بره طيب قبل الفاول السلية زق الراجل وفاول عليه بناء على زقة السلية دي هو اللي خلها دخل في مكسوني عمل الفاول طيب ما ترجع زي ماتش الاسماعيلي كده السنة اللي فاتت لما الاسماعيلي يتحساب له ضرب الجزاء وبعد كده رجعوا لغاية الثامنطاشر من بداية الهاجمة ان حد كان دخل مع ديانج ولا الفار بس جاي للاهلي وجاي للزمالك معامات زي دا يهبط المحلة لان ممكن تهبط على البنط دا ممكن الماتش دا يخلوه من الفتر الجاي ما تشوفش ويتظلم عضو لعبته ليه لان ماتش زي دا لما بيتعضلوه او يكسابه مع نادي كبير زي الاهلة والزمالك بعد ما يش هتفرمه الاهلي كده كده ياخد الدور ايوس كابتن هل كان طاقة نتيجي هدف زي دا بالشكل دا في المحلة لازم يصفر حتى لو ما صفرش لا يا حبيب قال بص انا الحمد يقول لك يصفر اصلي دي انت بتتكلم كسور عارف يعني كابتن انت بتينهي اخر لحظة في الوقت الضايع فيين دا خلاص الفاول اتحسن يا قدع في الدياغ اربعة وحاجة وخمسين ثانية طيب ما فاضل دياغ وخضر اشنها ما الشانية دا فاضل تمان ثواني مبدئا قبل ما اروح لكابتن رضا عبد العال اهنا يا كابتن محمد فاروق يعني ما عجبنيش الرد او ما ردش الرد اللي من وجهة نظر ممكن يكون رد صحيح ما ينفعش يتقال انت بتتكلم في كسور هو بيتكلم في حاجة بعيدة عن القانون فكان الرد واضح يكون القانون فكرة ان انت تتكلم في فاول فرجعه للفار طالما الفاول جامل نجول دي فكرة يا كابتن محمد ويا كابتن رضا يا كل اللي كنتوا حضرين في الستوديو ما لهاش علاقة اصلا بتقنية الفار ولا بفهم اصلا معايير تقنية الفار ولا ابجديات تطبقها لان اصبحت قرى تانية ده رقم واحد فدي مش كشور ده كلام بعيد اصلا عن اي فهم لقانون اللعبة اللي هو دخل عليه تقنية الفار رقم اتنين هي فكرة التوقيت دي هنتكلم فيها مش برضو وجهة نظر لكن قبل فكرة التوقيت الجملة اللي قالها كابتن رضا واللي هو الفار جاي للأهل والزمالك لا يا كابتن رضا لا يا كابتن رضا ما تتقلش للنادي الاهلي احنا السنة اللي فاتت لو الفار كان جاي للنادي الاهلي فهو جاي ياخد نقاط من النادي الاهلي جاي يهدر نقاط على النادي الاهلي واستعرضنا بارق كل خبراء التحكيم فما ينفعش يتقال الفار جاي للأهل والزمالك انت تعايز تقول جاي للزمالك ده قصتك وشأنك ورأيك لكن لما تقول جاي للأهلي هنا كان لازم رد النقطة التالتة اللي طبعا دايما بنبدأ نشوفها في الاستوديوهات اللي بتتكلم عن فكرة هي اللي هي بليه ما تعددش من الاول فهي استدعي فقط لغير قرة الاهلي والاسماعيلي اللي هي في الاساس اصلا مش راكل الجزاء على العالم علول بس نرجع لبداية الهجمة فنلغي راكلة الجزاء الوهمية فناخدها قعدة اصل الفار بيلغي حاجات للفرق المنافسة ضد النادي الاهلي وبنتنسى تماما تماما ان الاهلي اصلا لما تطبع عليه فكرة بداية الهجمة دي كان اول فريق مصري فكرة بطجي وفاول في ماتش الاهلي والمقصة وجاء بعد من الاهلي سجل هدف سليم مية في المية رجعنا بالهجمة من بدايتها فلقينا ان بطجي في نص ملعب النادي الالقاء على خط النص استضم الاتنين بيجرب بعض استضموا اللاعبين ببعض فسقطوا الاتنين فقال لك دي فاول نستدعي فكرة الاسماعيلي اللي هي مش راكل الجزاء ونستبعد اول فريق اتطبقت عليه فكرة ارجع للهجمة من بدايتها طبعا فكرة انحياس تأكيدي ودايما بنبص او بنشوف بعين واحدة فاحنا هنا بنكون دايما العين التانية هو الكلام اللي بيتقال الاول كنا بنتعامل معاه انه هو كلام بيتقال حبسا كده انما مع الوقت لا كابتر رضا عبدالعال طول الوقت بيضغط عليك بيستحضر فعلا الزمالك في جمل معاك في وقت ما لما يكون عايز يضغط بشكل عام او في حاجة تخص الزمالك وبيرجع بعد كده يستغل ده ويضغط على النادي الاهلي اللي تكلم فيه فيما يخص الوقت يا جماعة انا اسف والله ده فهلوة تحليلية ده فهلوة تحليلية ده مش تحليل كرة قدم هنعرف ليه نسمع رأيي كابتن احمد الشناوي وكابتن سمير عثمان وعندنا كلام مهم جدا نسمع ليه الكلام ده مالوش اي علاقة بالصحة اللي قاله كابتر رضا عبدالعال في ناس يا كابتن برضو اتكلموا على ان محمد الحنفي ادى اربع دقايق تمام خمس دقايق خمس دقايق اه خمس دقايق والهدف جيه في دقيقة سبعة وتسعين ونص او ثمانية وتسعين لا اجيب الزبط الفاول في الدقيقة بقى الفاول في دقيقة أربعة وتسعين واربعة وتسعين يعني الحكم ليه وحق انه يعمل مد للوقت عشان فيه وقت ضايع هو فيما مدش داخل جوه المباراة السؤال هو عايز ينفذ هم ما عطلينه يعني هم التعطيل صالح مين الفريق الخص هو بيعطل يتفضل فضل قدامه يعني ستة وعشرين ثانية هم يرجعوا ويتتشاط هم عطلوا اه كرة الهدف جيه بعد لكنه وضع صح يعني هو عشان التعطيل وكان اعترد نجي المحلة ان الهدف جيه في الدقيقة 98 او 97 في حين الحكم مجي خمس دقايق يعني فيه ثلاث دقايق اعتقد كده الامور وضحت ان كان فيه هدف بتاع المحل اعتقد جيه في دقيقة كام دقيقة دقيقة 94 بعد كده عبال ما تم استقناف اللعب بركلة الاستقناف ركلة البداية وبعد كده حصل فاول الفاول ده في دقيقة دقيقة و34 دقيقة 44 ثانية لو قعدنا عشر دقيقة بقى هي من ضمن الخمس دقيقة لازم نلعب الستة وعشرين ثانية تمام ستة وعشرين ثانية وقت المباراة الكلام اللي تقال ده قانونا سليم تماما وبيرد على كابتن رضا عبد العال ولكن لو حايزين نروح بقى للتفاصيل اكتر الكلام ما كانش كده كمان انت عندك في الديقة التسعين اتحسب خمس دقايق النادي المحلة جاب جونه في الديقة 93 ونص خد قد دقيقة احتفال خد دقيقة كاملة اللعب رجع استقنف دقيقة 94 و29 ثانية طيب هنا يبقى انت كان عندك من دقيقة 93 ونص دقيقة ونص فضلة على المباراة وفي دقيقة كمان كانت راحة في الاحتفال كنا المفروض نستقنف اللعب لدقيقة 96 الفاول اصلا حصل في الدقيقة 94 و58 يعني كان لسه النادي الاهلي قدامه اكتر من دقيقة كاملة لعب مستحق كل ده بنتكلم فيه ولكن كابتر رضا عبد العال وهو قاعد في الستوديو بيخلي النادي الاهلي خد حاجة مش من حقه وهي من حقه واعتقد الكلام المرسل ده بقى شيء غير مستصاغ وغير مقبول عن النادي الاهلي اكتر فريق في مصر بيتظلم تحكمات والله العظيم يعني انا عايزكم تاخدوا بالكم احنا بنتكلم في احقية النادي الاهلي في وقت بدل ضايع او وقت ضايع مش بنتكلم في رقل الجزاء ولا بنتكلم في جول انتم متخيلين يا جماعة احنا بنتكلم في ايه ما بنقبلش عن النادي الاهلي الهواء وما بننامش احنا بجد يعني لما يحصل اخطاء تحكمية فدخال احنا بنتكلم في الوقت بدل الضائع في مبورا استحقاق كامل جدا فوز النادي الاهلي فيها لان احنا لما بدأنا فقرة فارروم كنا واثقين ان التحكيم او موقف النادي الاهلي هيكون سليم تماما من ضمن الاخطاء التحكمية لذلك نحن بنتكلم في وقت بدل ضائع وكمان ياريت الكلام كان صحيح او كان الهدف بعدها 95 ده كان الهدف او احتساب الفاول كان قبل ما ينتهي الخمس دقايق وقت بدل ضائع اعتقد فوز مستحق للنادي الاهلي على فريق غزل المحلة